اهلا بكم اليابان بلد عريق بتجتمع في الحضارة الاديمة والتكنولوجيا الحديثة وتعتبر اليابان فعلا بلد فريدة من نوعها في كل شيء تقريبا فهناك العادات والتقاليد الاديمة متماشية بشكل غريب مع معالم التحضر والتقدم في البلاد وعلشان كده هنستارد معاكم النهاردة بعض الحقائق الغريبة والمزهلة عن امبراطورية اليابان تابعونا في متر الانفاء في اليابان بيتم تخصيص عربات مترو للنساء فقط في الصباح لمنع التحرش والسلوكيات البزيئة اللي ممكن تحصل في داخل عربات المترو خصوصا في ساعات الزروة وبالرغم من ارتفاع معدلات التحرش بالفتيات والسيدات في اليابان الا ان اليابان تعتبر واحدة من الدول اللي فيها اقل معدلات لحوادث الاغتصاب اليابانيين بيأكلوا الدولفن وبيقدم لحم الدولفن النيق مع شربة الدولفن واحيانا بيقدم لحم الدولفن مطهي زي الكباب والاكلة دي اسمها كوشياكي ووفقا لشعب اليابان فلحم الدولفن طعمه رائع جدا ومختلف حتى انه مش زي طعم السمك العادي يمكن لان الدولفن من الساديات مش من الاسماك في اليابان يعتبر مؤسس سلسلة مطاعم كينتاكي رمز من رموز عيد الميلاد فاليابانيين متعودين انهم في عشية عيد الميلاد بيروحوا مطاعم كينتاكي ويأكلوا كميات كبيرة من اجنحة الدجاج لكن مع ذلك ففي اليابان ما بيحتفلوش بعيد الميلاد احتفالات صاخبة او كبيرة لان الديانة السائدة في اليابان هي الديانة الشنتوية والبوزية من الاشياء الغريبة في اليابان انهم في الشتاء بيعملوا رجل التلج من كرتين بس من التلج مش ثلاثة زي بقية البلاد في اليابان البطيخ بيكون على شكل مكعب وهم هناك بيزرعوه بطريقة معينة داخل اوالب مكعبة فبينمو بالشكل ده وده للاستفادة من مساحة التخزين وتسهيل عملية النقل اليابانيين بيكرهوا الرقم اربعة لتشابه نطق الرقم باليابانية مع معنى كلمة الموت باليابانية برضو وده السبب في ان بعض المباني في اليابان ما فيهاش دور رابع وبعض الفنادق والمستشفيات ما فيهاش غرفة بالرقم اربعة في اليابان ممنوع التحدث في الموبايل داخل عربات متر الانفاء او في الكطارات وده لعدم ازعاج باية ركاب ولو جات لك مكالمة وانت في الكطار او المترو فممكن تعمل لها تعليق مؤقت على ما تنزل وبعدين تتكلم برحتك اما لو كنت في رحلة طويلة بالكطار واحتاجت انك تجري مكالمة ضرورية فممكن تجري المكالمة في احد الاماكن المخصصة للمكالمات التليفونية في الكطار في المدن اليابانية الواقعة في الشمال واللي بتتكون فيها طبقات من الجليد اثناء فصل الشتاء بيتم تزويب الجليد على الطرق والارصفة باستخدام نظام حراري بطريقة سهلة وعملية ومريحة وده لتسهيل المرور والحركة في الشوارع بسرعة ومن دون الحاجة لازاحة السلوج من الطرق زي البلاد الاخرى السنة الدراسية في اليابان بتبدأ في شهر ابريل بتكون مقسمة لثلاث فصول دراسية الفصل الدراسي الاول من ابريل ليونيو والفصل الدراسي التاني من سبتمبر لديسمبر والفصل الدراسي التالت من يناير لمارس وفقا للمادة التسعة من دستور اليابان فالدولة رسميا لا تمتلك جيش وكبديل فعندهم ما يعرف بقوات الدفاع الذاتي اليابانية غير انه مش مسموح للدولة اطلاقا بالاشتراك في اي حروب المدخنين في اليابان مسموح ليهم انهم يدخنوا في اي مكان معادة منصات السكك الحديدية وفي المطارات ولان ما فيش حاويات قنامة في الشوارع ولانه ممنوع القاء اعقاب السجائر على الارض في الشارع او في اي مكان فبيضطروا المدخنين انهم يحملوا معاهم دايما طفايا صغيرة علشان يرموا فيها اعقاب سجائرهم بعد الانتهاء من تدخنها كبديل لنظام التوقيعات اليدوية اليابانيين بيستخدموا اختام خاصة لتوقيع الاوراق وكل مواطن ياباني بيمتلك الختم الخاص به وبيستخدمه في كل تعاملاته الاختام دي ممكن اي حد يشتريها بسهولة من اي محل من الاكلات الشعبية الشهيرة في اليابان السوشي ومن الغرائب اليابانية ان السوشي لازم اللي يطبخه يكون رجل لانهم بيعتقدوا ان حرارة ايدي المرأة اعلى من حرارة ايدي الرجل ولو امرأة هي لطبخة السوشي فممكن حرارة ايديها تأثر على طعمه اليابانيين بيعتقدوا ان سحبة من دم الشخص ممكن تعرف شخصيته بالكامل او ان فصيلة الدم لها علاقة بمستقبل الشخص زي نوع الوظيفة اللي هيمتهمها او المكان اللي هيقابل فيه شريك حياته الاعتقد ده قوي جدا عند اليابانيين في موبايل كل ياباني فيه تطبيق او نظام تحذير للطوارئ مسبت على الجهاز ولما بتحصل كرسة طبيعية او حادث بيتم تنشيط البرنامج ده في موبايلات كل المواطنين وبيتم ارسال رسائل لهم لاخبارهم عن الحادث مع شرح لكيفية التعامل مع الازمة شكرا على المشاهدة ولو اجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد اهلا بيكم اليابان بلد عريق بتجتمع فيه الحضارة القديمة والتكنولوجيا الحديثة وتعتبر اليابان فعلا بلد فريدة من نوعها في كل شيء تقريبا فهناك العادات والتقاليد القديمة متمشية بشكل غريب مع معالم التحضر والتقدم في البلاد وعلشان كده هنستارد معاكم النهاردة بعض الحقائق الغريبة والمزهلة عن امبراطورية اليابان تابعونا في مترو الانفاء في اليابان بيتم تخصيص عربات مترو للنساء فقط في الصباح لمنع التحرش والسلوكيات البزيئة اللي ممكن تحصل في داخل عربات المترو خصوصا في ساعات الزروة وبالرغم من ارتفاع معدلات التحرش بالفتيات والسيدات في اليابان الا ان اليابان تعتبر واحدة من الدول اللي فيها اقل معدلات لحوادث الاغتصاب اليابانيين بيأكلوا الدولفن وبيقدم لحم الدولفن النيق مع شربة الدولفن واحيانا بيقدم لحم الدولفن مطهي زي الكباب والاكلة دي اسمها كوشياكي ووفقا لشعب اليابان فلحم الدولفن طعمه رائع جدا ومختلف حتى انه مش زي طعم السمك العادي يمكن لان الدولفن من السادييات مش من الاسماك في اليابان يعتبر كولينيل ساندرز مؤسس سلسلة مطاعم كينتاكي رمز من رموز عيد الميلاد فاليابانيين متعودين انهم في عشية عيد الميلاد بيروحوا مطاعم كينتاكي ويأكلوا كميات كبيرة من اجنحة الدجاج لكن مع ذلك ففي اليابان ما بيحتفلوش بعيد الميلاد احتفالات صاخبة او كبيرة لان الديانة السائدة في اليابان هي الديانة الشنتوية والبوزية من الاشياء الغريبة في اليابان انهم في الشتاء بيعملوا رجل التلج من كرتين بس من التلج مش تلاتة زي باية البلاد في اليابان البطيخ بيكون على شكل مكعب وهم هناك بيزرعوه بطريقة معينة داخل اوالب مكعبة فبينمو بالشكل ده وده للاستفادة من مساحة التخزين وتسهيل عملية النقل اليابانيين بيكرهوا الرقم اربعة لتشابه نطق الرقم باليابانية مع معنى كلمة الموت باليابانية برضو وده السبب في ان بعض المباني في اليابان ما فيهاش دور رابع وبعض الفنادق والمستشفيات ما فيهاش غرفة بالرقم اربعة في اليابان ممنوع التحدث في الموبايل داخل عربات مترو الانفاء او في القطارات وده لعدم ازعاج باية ركاب ولو جات لك مكالمة وانت في القطار او المترو فممكن تعمل لها تعليق مؤقت على ما تنزل وبعدين تتكلم برحتك اما لو كنت في رحلة طويلة بالقطار واحتاجت انك تجري مكالمة ضرورية فممكن تجري المكالمة في احد الاماكن المخصصة للمكالمات التليفونية في القطار في المدن اليابانية الواقعة في الشمال واللي بتتكون فيها طبقات من الجليد اثناء فصل الشتاء بيتم تزويب الجليد على الطرق والارصفة باستخدام نظام حراري بطريقة سهلة وعملية ومريحة وده لتسهيل المرور والحركة في الشوارع بسرعة ومن دون الحاجة لازاحة السلوج من الطرق زي البلاد الاخرى السنة الدراسية في اليابان بتبدأ في شهر ابريل بتكون مقسمة لثلاث فصول دراسية الفصل الدراسي الاول من ابريل ليونيو والفصل الدراسي التاني من سبتمبر لديسمبر والفصل الدراسي الثالث من يناير لمارس وفقا للمادة التاسعة من دستور اليابان فالدولة رسميا لا تمتلك جيش وكبديل فعندهم ما يعرف بقوات الدفاع الذاتي اليابانية غير انه مش مسموح للدولة اطلاقا بالاشتراك في اي حروب المدخنين في اليابان مسموح ليهم انهم يدخنوا في اي مكان معدى منصات السكك الحديدية وفي المطارات ولان ما فيش حاويات قنامة في الشوارع ولانه ممنوع القاء اعقاب السجائر على الارض في الشارع او في اي مكان فبيضطروا المدخنين انهم يحملوا معاهم دايما طفايا صغيرة علشان يرموا فيها اعقاب سجائرهم بعد الانتهاء من تدخنها كبديل لنظام التوقيعات اليدوية اليابانيين بيستخدموا اختام خاصة لتوقيع الاوراق وكل مواطن ياباني بيمتلك الختم الخاص بيه وبيستخدموا في كل تعاملاته الاختام دي ممكن اي حد يشتريها بسهولة من اي محل من الاكلات الشعبية الشهيرة في اليابان السوشي ومن الغرائب اليابانية ان السوشي لازم اللي يطبخه يكون رجل لانهم بيعتقدوا ان حرارة ايدي المرأة اعلى من حرارة ايدي الرجل ولو امرأة هي لطبخة السوشي فممكن حرارة ايديها تأثر على طعمه اليابانيين بيعتقدوا ان سحبة من دم الشخص ممكن تعرف شخصيته بالكامل او ان فصيلة الدم لها علاقة بمستقبل الشخص زي نوع الوظيفة اللي هيمتهمها او المكان اللي هيقابل فيه شريك حياته الاعتقاد ده قوي جدا عند اليابانيين في موبايل كل ياباني فيه تطبيق او نظام تحذير للتوارئ مسبت على الجهاز ولما بتحصل كرسة طبيعية او حادث بيتم تنشيط البرنامج ده في موبايلات كل المواطنين وبيتم ارسال رسائل لهم لاخبارهم عن الحادث مع شرح لكيفية التعامل مع الازمة شكرا على المشاهدة ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد